زي ما حضراتكم سمعته كانت كلمة أنا عجبتني جداً وكانت مؤسرة جداً وبدأ على رئيس ماكنوه أن معنوياته مرتفعة من زيارة العاصمة الإدارية الجديدة مهم بقى بيحصل إيه يا فنديم؟ بيحصل أن أنت بتبقى قاعد في ترابيزة وجنبك 7-8 فرنسوين من اللي جايين مع الرئيس فبيسألك بيقولك وأحوال بلدكو إيه؟ والرئيس اللي موجود أخباره إيه؟ والحكومة بتاعتكو أخبارها إيه؟ وأخبار مكافحة الفساد عندكو إيه؟ وأخبار التقدم عندكو إيه؟ ورادين عن البلد بيحصل يعني ده بيحصل فأنت هنا بتبقى يعني زي ممثل عن بلدك بضميرك ومهم جداً لأن الشعوب دي أيضاً لما احنا بنروح في زيارات بنسألهم نفس الأسئلة فاللي حصل مبارح ده كان لقاءات متعددة ويوم طويل جداً يعني أعتقد أنه كان يوم مرهق بالنسبة للرئيس ماكرون لأنه امتد من الصبح حتى تقريباً الساعة 11 ونص بالليل مخلص العاشا فكان يوم طويل جداً وكانت كله أكتيفتي وكله حيوية وكله نشاط وكله يعني لقاءات مصرية فرنسية على الترابزات اللي جنبك هتلاقي في رجل أعمال مصري قاعد مع رجل أعمال فرنسي هتلاقي مثلاً رؤساء الشركات الكبرى موجودين طبعاً بيبقى فيه رؤساء الإقليميين رئيس مصر مثلاً بتاع شركة أورنج الفرنسية اللي التقى رئيس الوزراء النهاردة بتلاقي بقى رئيس أورنج العالمية كلها موجود بتلاقي حاجات وشركات الدواء الفرنسية وشركات بتشتغل في الأسمنت وشركات بتشتغل في البترول كان فيه لقاء اقتصادي رائع فيهما تخيله ده اللقاء اللي جمع رئيس الوزراء مع رئيس شركة أورنج الفرنسية ويعني دي واحدة من كبريات الشركات الفرنسية فيه حركة فيه يعني زي ما بتقول كده احنا كنا بنقول الفرنسيين بنسمعكم صوتنا احنا فين؟ احنا بنعمل ايه؟ الدول دي عارفة كويس جداً أن هذه الإدارة المصرية نزيها ولو لم تكن لزيها هيعرفوا بصراحة كده يعني يعني هم عندهم أجهزة وعندهم ناس وعندهم استخبارات تقولهم لكن يعلموا تماماً أن هذه الإدارة نزيها أن هذا الرئيس طاهر اليد دي معلومة أصبحت واضحة للعالم كله تختلف بقى هنا تتطفق هنا عايزك تكون رأي في الحتة دي عايزك تعمل مش عام ايه؟ ده وارد في السياسة لكن فيما يتعلق بالنزاهة هم عارفين كويس جداً أن هذا الرجل وهذه الحكومة وهذا النظام هو نظام نزيه في الملاء المالية وفي الوضع المالي لأنه دول إفريقيا ودول الشرق الأوسط دايماً بتتهم أن رؤسائها مش يعني احنا عندنا صوابق يعني ربنا ما يوريكم لكن ربنا تابع علينا والحمد لله فبالتالي ده شيء مشرف بيخليك تبقى قاعد وانت فخور بالوضع اللي انت فيه كمان اللي انت أنجزته طوال السنوات اللي فاتت أمر يخليك تبقى يعني فخور ببلدك وفخور بالإنجاز اللي قامت بيه بلدك